بقدر ما تزداد الضغوط الشعبية على المنظومة الحاكمة من خلال ثورة تشرين يرتفع صوت المجتمع الدولي في وجه هذه المنظومة بعد تزايد حالات قتل وخطف واغتيال الناشطين والمتظاهرين السلمين المنظومة التي وصلت إلى حد الترهل بعد مسيرة عقد ونصف من الفساد تجد نفسها اليوم متجردة من مرتكزات استمرارها في الحكم فهي التي حكمت العراق بمباركة دولية ودعم دول الغزو وتغافل الأنظمة العربية وربما محاباتها لها وبنفس الوقت استثمرت في الجانب الطائفي لتحاول الاستناد إلى قاعدة شعبية انقلبت عليها اليوم بعد أن ملت فسادها فأصبحت الأحزاب والكتل في عزلة تامة عن الشعب تجلى ذلك بداية في الاحتجاجات السابقة ومن ثم مقاطعة الأغلبية الشعبية الساحقة لانتخابات أيار عام 2018 انطلق الثورة تشرين والتسعت وتوحدت على مطلب إسقاط كامل النظام السياسي رغم محاولات إيقافها والالتفاف عليها لكن الأوراق التي تعتمد عليها الأحزاب في إيقاف الثورة استهلكت تماما فلم تعد شماعة محاربة الإرهاب ولا دغدغة المشاعر الطائفية تجدي نفعا وفي موازات ذلك بدأت المواقف العالمية تميل إلى ثورة تشرين وتندد بالنظام السياسي وجرائمه التي لا يمكن إخفاؤها أمام سلمية المتظاهرين الدول الغربية وحتى الولايات المتحدة أقرت بشرعية مطالب المتظاهرين ومرد ذلك إلى قدرة المتظاهرين على إنفاذ صوتهم في المحافل الدولية مقابل عدم إمكانية الحكومة والميليشيات على إخفاء جرائم القتل والاختطاف فضلا عن رائحة فسادها التي ملأت العالم تجد المنظومة الحاكمة اليوم نفسها محصورة بين رحى ثورة تشرين وضغوط المجتمع الدولي لتنزوي مع النظام الإيراني في عزلة قد ترسم لهما نهاية مشتركة ترجمة نانسي قنقر